حذرت محكمة العدل الدولية من تداعيات إقليمية مع تواصل العدوان الإسرائيلية على قطع غزة وقالت محكمة العدل الدولية إن التطورات الخطيرة في غزة ورفح بشكل خاص يتطلب من إسرائيل تنفيذا فوريا وفعليا للإجراءات المؤقتة بموجب قراراتها الصادرة أوخر يناير الماضي وأكدت على ضرورة أن التزام إسرائيل على التزام إسرائيل والامتثال الكامل لاتفاقية الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطع غزة ودعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إلى منع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرارات المحكمة